اتكلمنا في فيديوهات كتيرة عن كيفية انشاء مصاد رياح قوي وناجح لمزرعتك بالفعل. ولكن السؤال اللي معظم السادة الافاضل سألونا عليه هل يمكن زراعة اشجار الليمون لوحدها تقوم بدور مصاد للرياح قوي وجيد عشان ناخد منافع الليمون وفي نفس الوقت نعمله مصاد رياح وكمان سياج ويبقى مصدر حماية للارض وفي نفس الوقت لما يجي الانتاج يبقى منتج. هرد على السؤال دوت ان شاء الله بالفيديو دوت بس ما تنسوش نعمل لايك للفيديو عزين نوصل الفيديو ده لمتين لايك وللسه مشتركش في القناة يلا روح اشترك ويلا بينا نبدأ يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. طبعا اتكلمنا في فيديو اتنين وتلاتة عن اهمية مصادات الرياح وعملنا فيديوهات برضو بنشرح فيها ازاي نعمل مصاد رياح قوي وجيد وفي نفس الوقت منتج من اشجار المهاجن الافريقي وكذلك اشجار الليمون. وهتلاقوا روابط الفيديوهات دي موجودة تحت فيه صندوق الوصف ممكن تطلعوا عليها للي ما شافش الفيديوهات ديت علشان يقدر يفهم احنا بنتكلم في ايه ولكن من اكثر الاسئلة اه اللي جات لي الفترة ديت على الفيديوهات اللي احنا عمناها سابقا اللي هو هل ممكن نزرع الليمون يبقى مصاد رياح انا مش هاز ازرع مهاجني مش هاز ازرع كفور مش هاز ازرع جزورين انا هيزرع ليمون بس حوالين ارضي علشان اخد فوايد الليمون ان هو بقى شجرة منتجة واخد من ومحصول وفي نفس الوقت يقوم بدور حماية للارض من الرياح والاتربة وكمان يبقى سياق قوي حوالين الارض يمنع الناس من التسلم اجابة واضحة وصريحة اتكلمت عنها في فيديوهات كتيرة اللي هو مصاد الرياح لازمن يكون غطاء نباتي كسيف 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 يعني في اشجار فيها اوراق كتير وفي نفس الوقت عالي لان احنا زي ما قلنا اتجاه الرياح بيجي تحت الرياح اللي بتيجي على سطح التربة دي اللي بتحرك سطح التربة وبتشيل معاه السفة او الزرات الرمل اه الزغيرة جدا وفي نفس الوقت في الرياحة الشديدة اللي بتيجي فوق وعالية فبالتالي حضرتك لو عارب شجرة الليمون هتعرف ان شجرة الليمون ما بتعلاش اكتر من اربعة متر ممكن توصل لخمسة متر ومشوفتهاش بس ممكن توصل لخمسة متر حلو هاد المسافة دي او الارتفاع ده كافي وامن ويطمنك ان ده يبقى مصاد الرياح لا طبعا قولا واحدا لا طبعا لايمون ما ينفعش مصاد الرياح لواحده غير في حالة واحدة وهقولها لك في اخر الفيديو وهورها لك بفيديو كمان ماشي فانا لما باجي بعمل مصاد الرياح بتاعي لازم يبقى عندي اشجار عالية تقوم بدور الحماية من الهواء العالي لازم يبقى عندي اشجار عالية وهنا انا رشحت لك المهاجني وصار البلدي ثم بعد كده انت لو عايز تعمل ايا حاجة تانية يعملها ولكن للاسف هتبوز الدنيا كلها حلو فانا اجي ازرع الليمون حوالين المزرعة بتاعت انا معايا مزرعة كيلو في كيلو ولا ميت متر في ميت متر اروح محوطها كلها باللمون واقول ان ده يبقى مصاد الرياح لا ده مش مصاد الرياح كده انت بتعمل سياج بتعمل سياج وفي نفس الوقت الانتاج من الليمون هيكون انتاج قليل فما تحطش في دماغك ان انت هتاخد انتاج من ده فما ليوش لازمة واخسارة اللي انت بتعمله ده كله علشان كده في الفيديوهات اللي قبل كده وتكلمنا فيه عن التصميم الصحيح لعمل مصاد الريح انا دخلت لك الليمون في المنظومة بتاعت دي يقوم بدور ان هو كشجيرة عامل مساعد سانوي يقوم بدور السياج من ناحية الشيوك الكسيف اللي موجود فيه وفي نفس الوقت يكون منتج مش هديك انتاج كامل وكلي صحيح زي لو ما تبقى زرع مسلا فدان على بعضيه ولكن على الاقل هتاخد منه متوسط من خمسين الى سبعين في المية انتاج ده في حد ذاته كويس جدا لان المصاد الرياح بتاعك بيبقى فيه اشجار خشبية ويبقى فيه لمون يديك محصول كمان اربع سنين او خمس سنين او وقت ما يوصل الانتاجه لكل حسب النوع اللي انت زرعه فده كويس ما تطمعش بقى اكتر من كده وتقول لقى هزرع اللامون بس مش هعمل حاجة كأنه زي زي اي سياج بالزبط فممكن توفر تمن شتلته وتمن رعايته واهتمامه وتزرع اي شجيرة تاني صغيرة تقوم بنفس الدور دوت هي المنظومة ماشية كده يا صديقي ما ينفعش اقدم حاجة على حاجة وما ينفعش اعمل حاجة على حاجة لازم المصاد الرياح يقوم بدوره علشان نحم الارض فعشان اقوم بالعمل دي كلها لازم يبقى عندي تطابق سليم ما بين الشجرة العالية اللي بتحميلي من فوق وفي نفس الوقت الشجرة او الشجيرة المنخفضة اللي بتحمي من تحت التوليفة دي هي تعتبر افضل توليفة ممكن نشتغل معانا يعني ممكن تشتغل معانا ونضيف فيها العنصرين دول علشان نطلع بكل النتاج اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده فما ينفعش انا هيجي ازرع اللامون لوحده واقول ان ده هيبقى سياج انا اه او كمان يبقى مصاد رياح ده ممكن ينز مسلا ما بينك وما بين الجار كسياج بيكون في حتة ابلاية مفيش بييجي منها هوا فممكن ازرعه بينه وبين الجار ان هو كسياج وخلاص مفيش في مشكلة انما كمصادر يحلق مش هينفع طيب ايه هي الحالة اللي ممكن ازرع فيها الليمون تمام بالطريقة اللي انت بتقول لها دي بس مش هيبقى مصادر هيبقى حاجة خفيفة خالص كده بص يا سيد تعال نشوف الفيديو ده مع بعضين ونتكلم فيه المنزر اللي انت شايفه دوت من احد المزارع المسيطة اللي موجودة في قريتي وانت ماشي صدف ولاقيته في قولت اصوره كده تصوير سريع وان شاء الله بازن الله هروح هناك واصوره تاني علشان تشوفوه كويس جدا وتفهمه المقصود من اللي انا بقوله ويهي الحاجات اللي موجودة ده لمون بلدي عادي جدا مزروع على آآ راس المزرعة داية هي حوالي تلات اربعة فدان الراجل الطيب لافف بها المزرعة دائر ميدور وهنا الاراضي الزراعية اللي في نفس المنطقة داية هقول لك هتحتاج مصادر ياح هقول لك مش محتاج مصادر ياح قوي تمام لانه يعتبر آآ فيه غطاء نب كسيف حوالين المنطقة كلها من اشجار القفور الاديمة اللي موجودة على الترع وطبعا اتقطعت بس في اشجار كتيرة بتقصر الريح هو هنا راجل الطيب ده زرع اللمون على مسافة تقريمة بين الشجر التاني حوالي متر ونص علشان يعمل سياج للمصرعة بتاعته شايفين كمية الشوق عاملة ازاي ما اعتقدش ان حد يعرف يعدي من دي بسهولة فهي دي الفكرة انا ممكن ازرع اللمون كسياج يا سيد الفاضل وليس كمصادر ياح فهو ده النموذج الوحيد اللي انا اقدر اعمله عندي لو هي الم المنطقة كلها مزروعة وبالتالي فيها اشجارة عالية وفيها مصادات للرياح وفيها احماية كافية انا ممكن ازرع اللمون حوالي ان المزرعة بتاعتي يقوم بدور سياج محدش يارفخش المزرعة وفي نفس الوقت هيبقى فيه انتاج هي دي الحالة الوحيدة فما ينفعش القطعم ان انا ازرع اللمون لوحده مصادر ريح يا ريت ترجع تشوف بقى الفيديوهات اللي فاتت وتسيبولي اسئلتكم تحت في التعليقات علشان نجاوب عليها ونعملكوا عليها فيديوهات في نفس الوقت اللي لسه مشتركش في القناة اتمنى منك ان انت تطلع تشترك في القناة وتدعمنا بالفيديو ده بلايك علشان عايزين نوصل لمتين لايك واللي حابب ينتسب للقناة وتبرع للقناة زرار الانتساب موجود هم خمسة وعشرين جنيه بس في الشهر تحياتي لكم احمود حمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته